اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام واكيد كل العراقيين يشغلوا بهذا الخبر حول اصدار او صدور قانون مكافحة البغاء لان اذا نتحدث عن قانون ان تكافح البغاء تكافح الفساد تكافح كل شيء سيء هذا شيء ايجابي وشيء جميل لكن لاحظنا ان كل القوى الميليشيات وكل زعماء الميليشيات كل زعماء العملية السياسية خرجوا ليشيدون بهذا القرار طيب انت تساءل اذا كان المجتمع اذا كان قادة المجتمع راضي لهذا الوضع صدرون قرار قانون لمكافحة البغاء والافعال السيئة طيب هو من وصل المجتمع الى هذا المستوى هذا هو السؤال ولنترك هذا السؤال او نترك الاجابة عليه قالوا ايضا وهم يشيدون بهذا القانون هذا القانون جاء لحماية البنية القيمية والهوية الثقافية والثوابت الاسلامية المجتمع العراقي طيب يا اهلا وسهلا زين هو الفساد ما يضرب البنية القيمية للمجتمع والهوية الثقافية والثوابت الاسلامية المجتمع العراقي هي المخدرات ما تضرب كل هذه القيم هي قتل الشباب هي الميليشيات هي الطائفية الفكرة الطائفية ما يضرب هذه القيم هذا ليس الدفاع عن هذا من البداية نقول نحن مع كل قانون ينظف المجتمع يعيد للمجتمع وجهه جميل لا يقبل اهل العراق العراق اهل دين واهل تقوى وهل مجتمع متماسك لكن طوال هال 21 سنة كثير من الامور الطارئة والشاذة دخلت هذا المجتمع هذا الفساد اللي ينهب اموال العراقيين هذا ما يضرب الثوابت الاسلامية ما يضرب الهوية الثقافية ما يضرب اه بنية المجتمع ما يضرب قيمة ما يضرب قلونا شن القضية يعني كأنه هذا القانون قانون مكافحة البغاء انجاز يعني ما بعده انجاز احنا لا ريد ان ناقش القانون طبيعة القانون والمواد به ما والعقوبات والغير ما هذا تركونا من عنده طبعا مباشرة امريكا اعترضت والممتحدة ومعرف منه ما اعترضت وظهروا كل قادة الميليشيات يشتمون بامريكا وامريكا الملعونة اللي تشكل خطر على القيم الانسانية والاخلاقية طيب هس عرفتو امريكا تشكل خطرا على القيم الوطنية والاخلاقية والانسانية والاسلامية هس عرفتوها ما هي كانت جيش التحرير ما هي هاي اللي صفقتولها وقلتوها هاي جاءت بالتحرير وهي اللي كتبت لكم دستور دستوركم وهي اللي صممت لكم عملية سياسية وهي اللي تتحكم بسياستكم ما الذي تغير يعني ليست هذه أمريكا اللي جاءت بكم وعبرت بكت جيش وبغض النظر عن نظام سابق ونظام ما لعلاقة ويتحدث عن نظام سابق الآن يعني هذا ما عند عقل بعد 21 سنة تحدثون هذا من أتباع النظام السابق وهذا كلام معيب العالم الآن بعد 21 سنة تقول لكم أنتوا تسويتوا تعال خلنا تحاسب وهذا الأمامنا هذه الطاولة وخلي أوراقها وخلي على الواقع وخلي نشوف التسويت 21 سنة شنو عن جستر للعراق لا هوية في العراق لا استقرار بالعراق لا استقرار سياسي لا استقرار التصادي لا استقرار الجماعي فساد خراب مخدرات قتل متاجرة بالأعضاء هذا كل موجود يعني هس فقط البغاء هو هذا القضية الكبيرة التي يعني تريدون أن تجعلوا منها يعني ستارة أو ساتر أو واجهة تغطون بها أفعالكم الأخرى وتقولون أنه أنجزتوا شيئا ما لينجز مجتمع محافظ على مجتمع من كل الأخطار من خطر الطائفية والفكر الطائفي من خطر الاجتثاث من خطر القتل من خطر الفوضى السياسي والاجتماعي من خطر البطالة والفقر الفقر ليس لا يضرب البنية والقيم الاجتماعية لا يضرب الهوية الثقافية لا يضرب الثوابت الإسلامية ما يضرب ما هذا الفقر هذا ودى الناس للكفر الفساد هذا اللي يشوفه للناس وين ودى الناس ما هذا الخراب بالتربية والتعليم والصحة والخدمات وين ودت الناس هذا كله يعني يعني ما يشكل حريق بهذا البلد ويشكل حريق فقط هذا القانوني صدرتوه وتتباهون به وأمريكا الآن احنا ما نقبل لتتدخل أمريكا ما تقبل ومتتدخل شلون لا تدخلت ما تدخلت في أكبر قضية وصفقتولها واعتبرتوها الجيش تحرير ما تدخلت في احتلال العراق بعد العراق يعني شي شي ضلم ما هي كل هذه الأمور جرت من احتلال العراق اللي صفقتولها واللي وقفتوا معها وميليشياتكم وقواءكم حمتها وما زالت تحميها أمريكا التي تدعون إنها وهي التي تحمي نظامكم كله فسادكم كله وخرابكم وفلوسكم ما زالت فلوس العراق مو فلوسكم ما زالت في أمريكا ونظامها الاقتصادي والسياسي كله هذا التغول الإيراني بالعراق هذا لا يشكل انتهاكا لكل القيم واحد يقول لا يجوز لهذه السفيرة الأمريكية أن تتحدث بهذا الشكل هل يجوز للسفير العراقي أن يذهب ويعترض على القوانين اللي يصدرها الكونغرس طيب صحيح ماشي طيب ليش ما تعترضون على السفير الإيراني وعلى أي مسؤول إيراني من وزير الخارجية وغيره اللي يجعوا للعراق مرات يجون للعراق مرات كثيرة ويذهبوا للقاء مع الأحزاب ويسون اجتماعات ويسون ندوات ولا أحد يتحدث معهم هل هي حق لأي مسؤول عراقي بدءا من رئيس الوزراء إلى كل الوزراء إلى كل المسؤول يذهب لإيران ويجيب الأحزاب الإيرانية ويجتمع بيها ويضعها التوصيات وتوجيهات المقبول هذا طيب ليش مقبول إيرانيا وذاك طبيعي وأمريكا الآن لا مطبيعي ما هو يعني لا تزنوننا بنفس المكيال بقضية واحدة بشكلين يعني هذا الكيل بمكيالين لنفس القضية غريبة عجيبة إما أن تريدون أن تبنوا دولة وبناء الدولة يحتاج إلى استقلال وسيادة وسلامة وبعد التدخل والمحافظة على الإنسان وحقوقه والعدالة والقيم الإنسانية والإسلامية والوحدة والطيبة والتعاون يقضع الفقر والبطالة ويدفع بالمجتمع إلى البناء والنموء والنهوض هذا البناء وإما أن لا دولة مثل ما تريدون أنتم فلا دولة تبنون وتعترضون الآن لأنه تريدون يعني تصورون الوضع بكأنه يعني أنجزتوا إنجازاً ولم ينجزوا أحداً غيركم وهذا الإنجاز بالقانون هذا فالشيء كبير وهذه الدول الباغية هي اللي تعترض عليه ما هي هذه الدول الباغية هذه أنتم نايمين بغرف نومها أنتم تلبسون ملابسها تسمعونها وتجركم منها ذانكم طيب ليش الآن غريب الحقيقة وضع وضع أكثر من غريب وهم يعتقدون أنه يتكلمون مع ناس لا يفهمونهم بعد وهذا العشرين سنة لم يفهموا أنه هذا الشعب العراقي من أذكى شعوب الدنيا بل هو أذكى شعب في الدنيا ما احترامنا لكل شعوب الدنيا لكن هو هذا الشعب العراقي هذا تاريخي كيف يقول وهو عارب كل هذه القضية لكن الشعب مغلوب على أمره بالميليشيات والقتل والذبح والتهجير والاشتثار والفكر الطائفي مزقته المجتمع هذا شيع ذاك سني وهذا كردي وهذا عربي وخفرقته البيوت لكن المجتمع كان من تصالح مع نفسه وترجعون الماضي وتشترون من الماضي كل أحداث سيئة أو سوداء لكي تحضرونها تحضرها بشكل كاذب ولكي تبنوا عليها قصص كاذبة وتبنوا عليها سياساتكم هذا لا يجوز من يريد أن يبني بلد لا يبني البلد بهذا الشكل ومن يريد أن يؤسس لدولة لا يؤسسها بهذا الطريقة هذا نظام عبثي سلطة عبثية الوضع فيه خلل كبير بنيوي وهذا لن يستمر وقفت مع أمريكا وقفت مع إيران وقفت مع كل شياطين للأرض لن يستمر لأنه بالتالي إرادة الشعوب هي من تقرر من يستمر ومن يرحل وهذه الواحدة العثورين السنة إذا كنت تراها طويلة هي قصيرة في عمر الشعوب وعمر الدول سيأتي الوقت وسيأتي قريبا جدا أقرب ما تتوقعه وينهي كل هذه الحالة لأن هذه حالة شاذة لا يمكن أن تستمر وهذا الشذوذ الذي موجود في المجتمع العراقي بهذا الفكر الذي يقبل بشيء ويرفض شيء ويروج لشيء وينهي عن شيء هذا شيء غريب عجيب وهذا لا يبني أي شيء هذا بالعكس هذا مصدر للخراب ومصدر للهدم وأهل العراق لن يقبلون أن يبقى بلدهم على قائمة الهدم والدمار والخراب ويبقى الشعب كله معرض للتهجير والاجتثاث سئني شيعي كردي عربي هذا كل كل على قوام الاجتثاث المهم في كل هذا اللي يجري أن السلطة باقية والسلطة مستقرة ويركبون أحسن سيارات ويركبون أحسن طائرات ويأخذون أحسن رواتب ويعيشون أحسن عيشة ويذهب العراق إلى الجحيم معلسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة